موسيقى 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 يعني بتهتم بمعالجة الضغط بالإضافة كمان لإدارة المشاعر يعني اليوم نحنا بلبنان عنا حاجة لإدارة السترس تعرف صارت كلمة الاسترس معتمدة يمكن ببعض الأحيان نستعملها بالمحل الغلط وشائعة جداً بدنا نفسل للمشاهدين أكتر عن الاسترس العوارد أي متى هي اساس وكيف فينا العلاجة ولكن فيه شغلة بس بدي وضحها عن خبر الصبح نحنا يعني اتناقشنا فيه بالستوديو وهو خبر الباسبار التوضيح الصغير اللي بدنا نقوله أنه اليوم الباسبار اللي بدنا نجدده أو نعمله بطريقة فورية يلي هو بيكون سريع بينعمله خلال 24 ساعة هيدا هو نوع الباسبار يلي بيطلب أنه يكون عنا تيكت شاريينه ومؤكدة عليه وتكون السفرة مؤكدة خلال 10 تيام ولكن الباسبارات الثانية مستمرين بالطريقة والبراكتس الأديم عفوا جد بس كنا لازم نعمل هيدا التوضيح يعني اليوم كمية السترس يمكن زيدة لدرجة صرنا منتأثر بحياة الله خبر منشوفه لما بدنا نحكي عن سترس إذا بدنا نوضح ونفسر السترس شو هو؟ السترس هو مش السترس هو رد تفعلنا على سيتياجون خارجية أو على فكرة جاية من عنا السترس بيصير برا لحاله نحنا ضحيته السترس هو نحنا كيف نتفاعل يا مع أفكارنا يا مع وضع خارجي إذا نحنا تفعلنا بطريقة بوزيتيف أو نيجاتيف هيدا نحنا تفعلنا نعم لشك أنه فيه بنسميه فاكتر انكسيوجين أو فاكتر سترسان نحنا معروف لبنان كنا من ثلاث سنين كنا نقول لبنان هو الرقم ستة بالعالم بمستويات السترس بتصور اليوم طلعنا للدرجة الثالثة أو الثانية بركة بعد فيه بلدين أكتر منا يعني قريبا مساء الله الأولى إن شاء الله لا إن شاء الله لا بعد فيه ناس سبقين الحمد الله يعني فهي ردة تفعلنا أوكي عالما إنه الاسترس منه دائما شي مش منيح يعني الاسترس بيقدر يكون شي منيح وبيقدر يكون شي مش منيح بنسميه البوزيتف سترس والنجاتيف سترس إذا بدنا نوضح شي يعني بوزيتف سترس وشو يعني نجاتيف سترس؟ وهو حسب ردة فعلنا يعني لأطي مثل بما إنه عم نحكي عن لبنان فيه ناس قديش الظرف صعب ومعقد بلبنان بتطلع فيه نسبة معينة من الناس بلبنان هالزروف الصعبة يخلتهم يطوروا حالهم والبزنس تبعهم تطور ونمي وليقوا بهال ضغط هيدا فرصة وحافز لقلهم الاسترس كان شي دفعهم لأنه يطوروا حالهم ويكسروا حاجز هني كانوا موجودين فيه ويطلعوا يعني ذكرتني بمثل الحاجة أم الاختراع أنه اليوم الأوقات منكون بحاجة لشي هالشي بسبب لنا ضغط من ورها الضغط نحنا منقوم بإيجاد حلول في فكرة كتير حلوة للسترس بتخبر عن اللوبستر عن هذا حيوان مائي رأيت عنده شال عنده صفضة قاسية عليه اللوبستر وقته يكبر لأنه بيكون صغير وبيكون عنده الشال القاسية مثل الحجر يعني وقته بده يكبر بيفوت بيتخبى بين الصخور بيكسر هالشال هايدي بيخلي جسمه يكبر بيرجع بيعمل واحدة تانية اللي بيخلي اللوبستر يكسر الشال طبعه هو السترس لأنه بتصير هو عم بيكبر وهي ضيق عليه بتعمل عليه بتعمل عليه الكونسابت بيقول في حدا من الأكسبرت بيقول أنه لو اللوبستر كان عنده أدوية أعصاب كان أخذ ضوء أعصاب ورقه بالضبط وما كسر الشال طبعه سو السترس هو بيقدر يكون فرصة لأنا إنه نكبر إنه ننمى إذا نحنا انديفديالما بحكي ما بعمل وعضة سياسية إذا الشخص هو قدر يتفاعل مع هال المزعجة اللي بتوجع بطريقة إيجابية لمصلحته واستعمالها لحتى يكبر وينمى وفيه مشموعة كبيرة يعني من سنتين ثلاثة لهلأ في عندك 10 أو 15 بالمية من الـ في لبنان من رائدين الأعمال ما عم بحكي عن محتكرين المزوط والكهرباء وكل شيء تاني يعني قدروا يطوروا أشغالا بطريقة كتير وطلعوا برات لبنان وصاروا بيصدروا وصاروا بيعملوا أشياء كتير يعني اليوم ما بدأ أخذ الحديث لجهة سياسية ولكن اللبنان أثبت عبر السنين أنه اليوم بتشوف اللبنان إلا ما بيطلع لبرة عنده الادابتيشن كتير عالية في لبنان بيقطعوا عنا مثلا الكهرباء عملنا سوليوشن الموتار هلأ أوكي معنا مبسوطين لأن هيدا ساستين بالمنو شيء ولكن اللبناني هو يمكن فيك تعطيه مثله مثل نفس الإجزامبل اللي عطيته هلأ فينا نعطيه عن اللبنانية يلي عطول من نحط تحت ضغط كتير كبير وهالضغط أوقات بيخلينا نكون شوي يمكن مبتكرين بالطرق اللي نتفاعل معه ونحقيق نجاحات هالضغط بيقدر يكسر ناس أوقات هيدا اللي أنا بدي أسألك عنه الأشخاص اللي ما بيقدروا يتفاعل مشكلنا عندنا الإدراء صح أكيد مشكلنا عندنا الإدراء وهالإدراء منا شيء خلق ما فينا نغيره يعني هالإدراء هي مثل عضل إذا بديك أو مجموعة عضلات إذا بنعرف نشتغلها كلها مع بعض فينا نغير طريقة أكيد بيك تايم يعني فينا نشبهها كتير للإموشن الإنتليجنس أو للزكاء العاطفة يلي شيء بنتمرن عليه وفينا نطوره وهو جزء من المرونة إذا بديك العاطفية أو جزء من الزكاء العاطفة طريقة تعاملنا مع الاسترس والضغط الخارجي اليوم إذا بدنا نمرن هيدا الشيء يعني أول شيء بلشنا فصلتنا تعريف الاسترس واليوم أنه أسباب الاسترس فيها أسباب خارجية وأسباب داخلية ولكن الأكيد هو تفاعل الإنسان مع المحيط أو الظروف يلي هو منحط فيها حكينا عن الاسترس الإيجابي هلأ انتقلنا لس بديك نحكي عن نتائجه لا لا بالعكس خلينا إيجابية عم نبرم على الإيجابية جاري نتائجه أصدع صحة الإنسان السلبية نتقل على السلبي اليوم يعني اليوم في استرس سلبي هل انتقلت أوقات من كنا نحنا كأفراد ما عنا المرونة لنقدر نتحمل فينا نشتغلها حالنا أكيد ولكن النتيجة التي تجي علينا لما منتعرض لها استرس وما منقدر نتعامل معه بطريقة إيجابية سؤالك راح أخده وأقسمه جزئين شو العوارد بنفس الوقت كيف فينا نعرف إنه نحنا الاسترس طبعنا لازم نعمله شيء إنه لأ صار عنا عوارد شو هنه اللي بيخلونتوا لأ أنا الاسترس طبعي ما عم بيكون بوزيتيف عم بيكون نيجاتيف وكيف بيبلش يؤثر على الإنسان شو العوارد؟ العوارد هنه نحن بلش من فوق لتفت نشوف قدي عنا من هالعوارد نبلش نعدي ومنجوه لبرا ثم نبلش من فوق هر شعر أوكي وجع راس ضوخة مزمنة طنين بالدينين كزة عسنين ثارة ثلاثة مشاكل حساسية مزمنة أوكي ما أقول هولي كلهم سببهم بس الاسترس ممكن يكونوا الاسترس هو عنصر أساسي من أسبابهم أوكي يعني إذا إحنا ما غيرنا شيء بحياتنا وآخر سنتين ما غيرنا أكلنا ما غيرنا شيء بطريقة أكلنا وبيوين عايشين أوكي بس اللي تغير هو استرس طبعنا فإذن فينا نقول استرس إذا خاصة ما غيرنا طريقة أكلنا وإذا ما عنا شيء مرض يعني تاني لازم نتأكد مع الحكيم أم نحكي إذا نحنا ما عنا شيء صحي وصار عنا هالتغييرات كيف يكونوا بالاسترس؟ لنرجع فوق النوم مشاكل النوم أو نتأخر لنخفى أو نومنا بيصير سطح كثير أو بيصير نوع كذا مرة زوعينا بالليل ما منعود نقدر نرجع النام بسهولة كل هولي مربوطين باسترس دقيقة نفس مزمنة تخربط بطرقات القلب ضغط سكري حتى في دراسات بتدل أن السكري والكوليستيرال اللي بيعلى بالدم وبيسبب تسكري شريين شو بقولوا تسدد بالشريين من أسبابه الأساسية إضافة للأكل وقلة الرياضة للسترس أوكي مشاكل هضم حرقة نفخة إكتام إسهال حريق بالبول مشاكل بالعضاء التانيسولي أي بالإدراء على العلاقة الجنسية الرغبة الجنسية وأوجاع بالمفاصل والعضلات مشاكل الجلد 80% من مشاكل الجلد مربوطة بالسترس جهاز المناعة هلأ منحكي عن كورونا وإمفكشن وكل شيء جهاز المناعة بيتأثر بشكل كثير كبير بالسترس الأوتو إميون هنا يعني لا المناعة والأوتو إميون تنينيتهم يعني السترس العالي والمزمن بيسبب إحدى أسباب الأوتو إميون ديزيز وأحدى أسباب ضعف جهاز المناعة عند الإنسان وكمان بيشارك مش بيساعد بيشارك من أسباب الكانسير لأن الناس يلي عندهم كانسير بيّن بالدراسات أنه عندهم استرس أكتر من غيرهم والناس يلي بيتفاعلوا بشكل سلبي مع علاج الكانسير عندهم استرس أكتر من غيرهم المرضى الكانسير يلي بيعرفوا وبيعملوا علاج للسترس طبعهم نسبة تفاعلهم مع العلاج بتتحسن وبتصير أعلى فإذا بديك هكي لمحة سريعة على الناحية الصحية الناحية النفسية إنه الشخص بيصير عصبة بيصير عنده أفكار سودة وسلبية كتير وقت بيبطل عنده حماس ونشاط طيّ يعمل مشاريعه وبيصير كتير أوقات متشائم هيدا الناحية النفسية بيصير بمعصة بمداية حزين كل الوقت سلبة كمانا على وجوه العالم بلبنان صحيح حتى وقتها تروح تتعامل مع العالم بلبنان بأصغر القصص الصغيرة يعني بتلاقي إنه ما بقى بتقول من إحنا منقولها هيك بالدارج ما عندهم خلق لشيبا مئة بالمئة بدي خلقه ثالث أسبكت للسترس هو الجاني بالسلوكة يعني السترس بيأثر إنه منصير ناكل إشياء مش صحية ما منعود نهتم بصحتنا ونهتم بحالنا ما منعود نعمل رياضة منسحب حالنا من المجتمع ما منعود نحب نظهر ونعمل إشياء ولو إشياء صغيرة ما بتكلف مساري نقعد مع ناس نمبسط نسمح لحالنا نمبسط رغم كل الظروف وأنا قادر نقعد ساعتين ثلاثة أتسلق أتضحك مع أصحابي بيصير الشخص ما بيعود يعملون لهؤل الأمور فمن كل النواحي الاسترس بيأثر علينا إنه السلبة بطريقة عاطلة يعني وكأنه بيتأكل بيكلنا حياتنا إن كان صحيا نفسيا أو يعني حتى مثل ما قلت بطريقة التعاطي ويلي هي بالمجتمع منا شغلة ميحة هولا العوارد بيقدر الشخص يقدر يعرف إنه أوكي فإذا أنا عندي سترس واحد ما رح يقول أنا بدي بلش أشتغل على السترس طبعي إذا ما انتبه ووعي وقدرك إنه هو عنده مشكلة سترس عم بتأثر عليه هيك وهيك وهيك فلازم يشتغل على أشتغل على حالة الإدراك واليوم قبل ما يخلص وقتنا بدي أهم شيء استفيد من وجودك معنا لنعرف كيف فينا نتعامل معه يعني اليوم من زمين كانوا يقولوا الشخص إذا عم بعاني من هالالضغط يمكن لازم يأخذ أدوية أعصاب وهون أنا عبالي إنه إنت تساعدنا نوضح إنه شو يعني وقت مروح أدوية الأعصاب هنا حالة مرادية مختلفة يمكن بعيدة عن الاسترس كيف فينا باختصار أول شي نمر نحن 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 أحسن ونعمل مانجمنت أو إدارة لها المشكلة الاسترس وانس الإدراك صار موجود والإدراك المفصل يعني اليوم عم نحكي عن إدراك مفصل يعني أنا صرت مدرك إنه الاسترس عم بيعمل لهاي وهي 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 بالثلاثة دايمنشنز اللي حكينيها الإدراك الثاني هو إنه قدر أعرف أنا أي أفكار عم بيعملوا الاسترس أي ظرف أي مجموعة ظروف عم تعمل الاسترس من ناحية الدواء الدواء أولا بغض النظر إذا حالة مرضية ولا لأ نحن عم نحكي عن المنت الهالث عن الصحة النفسية والعقلية الدواء أوقات بحاجة لإله وما إنه مشكلة الدواء يعني التابو طبع الدواء وما بعد في ناس بيفكروا لهلأ يعني صار واحد عنده مشكلة ومشكلته عويصة يعني عم بياخد دواء قصة كبيرة يعني لأ مثل ما واحد بياخد دواء للحرقة بيقدر ياخد دواء لأنه عنده مشكلة استرس والسيستام طبعه ما بيقدر يتفاعل مع استرس لبينما يتعلم في حالات نقدر ننطر لنعلم الشخص شهر شهرين تلاتة ليكون هو تمكن من هالقدرات وهالعضلات الجديدة لحتى يقدر يتعامل مع الاسترس ويحولوا الاسترس إجابة بس في ناس ما قادرين ننطر هالفترة أو ما عندهم لقدرة أنهم يتعلموا هون بتم الاستعانة بالدواء بالضبط هون منشتغل نحن نبعد الشخص عند طبيب نفسه عند بسكياتر يعني حتى يعطيه التشخيص المناسب لنوع الاسترس تبعه لشو الدواء اللي لازم ياخده ساعة الدواء بيصير يقدر يتفاعل مع التمرين ويقدر يمرن حاله كل ما بتعلى قدراته تدريجيا الدواء بيصير يتنزل حسب الحالة بالتنسيء أكيد مع الطبيب المعالج وده حتى بحالاته بنقدر نرجع نتخلص بقدر إليك بتسعين خمسة وتسعين بالمئة بالتنسيء مع الحكيم نتخلص من الدواء وانس قدر عطينا هالمجال الدواء وهالشباك هالمجال أنه يقدر يتعلم وينمي قدراته الشخص بكيف يتعامل مع السترس تقريبا خلص وقتنا بس أنا بدي نحكي عن كمية يعني كيفية التعامل وتمرين الزيت لأنه نخفف هالسترس إذا بطريقة سريعة بدنا نساعد المشاهدين بهذا الموضوع سريعا شو بتقلنا؟ كتير بسرعة إذا بدي أفصلوا نوعين السرس الخارجي والداخلي الخارجي هاي نتعامل فيه نحنا إذا بدي أعطي نصيحة باللبنان نجرب للأشخاص يلي السرس مأثر عليهم كتير يبعدوا عن الأخبار يبعدوا عن الفاكتر السلبيين الدراسات حتى بأمريكا الناس اللي بيسمعوا أخبار عندهم سرس عالي فتخيلة بلبنان نبعد عن الأخبار نبعد عن الناس السلبيين قدر المستطاع نعمل رياضة ونجرب نعطي وقت مهم للنوم تبعنا ونوقف كل هولي السرس الداخلي اللي هو جاي من أفكارنا السلبية اللي متأثرة بالفاكتر إكستيرت بدنا نعرف أنه الإنسان عنده قدرة على أفكاره بشكل أنه بيقدر وقته تجي الفكرة السلبية يقدر رحاتي تمرين كتير صغير وقته تكون الفكرة السلبية يجرب ما يركز عليها يركز على شيء تاني بهمه وهو عم بيركز على شيء تاني يعمل تمرين تنفس عميئة لمدة خمس دقائق شو ما كان يكون التمرين؟ بمجرد ما يركز على شيء تاني ولو بقيت الفكرة السلبية زعجته ركز على شيء تاني وعم بيعمل تمرين تنفس بعد خمسة إلى عشر دقائق هالستراس اللي جاي من هالفكرة السلبية بيخف بنسبة 75% نحن مضطرين ناخد جاد إذا بدك وقفة سريعة منتابع من بعد لأن الموضوع كتير مهم مشاهدينا وقفة سريعة مع الهدلينز ومنتابع تابعين معجد وهبة وتحديداً بكيفية السيطرة ومعالجة والتأقلم وتحسين تعاملنا مع الستراس قبل ما ناخد الوقفة حكينا عن أنه اليوم فينا نساعد حالنا خارجياً أنه مثلاً إذا الأخبار عم بتضيقنا نبعد عنا وإلى ما هنالك وحكينا عن الأمور يلي هي أنه عادة الأفكار نحن عم نقول إنه إذا هالشي بضيقك ما بقى تفكر فيه إنما أنت عم بتقول لا كتير حلوة هالنصيحة بس مستحيلة يعني بتضحك أنا أقول ما تفكر بقى بهالشي اللي بضيقك الإنسان ما عنده قدرة يوقف فكرة معينة أو يمنع فكرة من إنه تجي على ذهنه إذا بدك نوقف نجرب نعمل شيء لأنه هيدا بتزيد الاسترس عم جرب وقف هالفكرة وما فكر فيها وكلما عم جرب وقف كلما عم بتصير عم فكر فيها أكتر يعني أكيد لازم نوقف نعملها واللي قلته كتير بسرعة فيني وطحه أكتر هو إنه الإنسان عنده قدرة يركز على أفكار معينة ويعطيها أولوية يعني إذا أنا إذا الناس هلأ عم بيطلوا على الشاشة إذا عم بيركزوا على التليفون طبعي تركيزهم منقول التركيز السنترال التركيز المركزي على التليفون بس بيقدروا يشوفوا إيدي هون طلع هيك بيقدروا يشوفوا إيدي عن بعد مضبوط لو هن عم بيركزوا هن وشايفين هيدا بيقدروا يشوفوا بلا ما يركزوا على أصبعي إذا هيدا الفكرة السلبية عادة أن نحنا منركز على الفكرة السلبية ومنصير بس عم نطلع على الفكرة السلبية أنا عم بقول ما نقول ما بدي فكر فيها نقول بدي ركز على شي تاني هايدي بعدنا شايفة بطرف نظري أنا وعم بركز على شي تاني الأفضل يكون بيهمني بيعنيلي بحبه أو حيالة شي تاني هايدي رح ضلنا شايفة عن بعد بتصير تزعجني أقل أنا وعم بركز على شي تاني أعمل تمرين تنفس غميئة خمس سواني إن خمس سواني أوت أو حيالة اللي بدي كيه مش مهم بقى هون مهم أنه نتنفس بطريقة مزبوطة عم بتحول تركيزك من محلة تاني التركيز السنترال وعم بخلي تاني شقفة عم شوفة ما في نقمنا حالة شوفة واللي بيصير إنه أوقات حدا بيقلي طبس أنا ما بقدر برجع بزيح نظري برجع بتخذني هالفكرة لأنه سلبية والدماغ أتراكتد عقلنا للأفكار السلبية لأنه بيفتكارها مفيدة عم بتجرب تخبرنا شي سواللي بقدر اللي منعمله بالتمرين هو وقت واحد خارج عن قدراته يرجع يتطلع على هالفكرة السلبية ما يلوم حاله ويا الله شو بني أنا عم برجع ركز أولا ما بقى أفكر لا تسفين أول ما ينتبه ويدرك إنه هو رجع ركز على هالفكرة يرجع على هالنقطة عن جديد وهيدا فيها تبقى رايح جاية بين الفكرة السلبية والشي اللي بدو ركز عليه بس بما أن بمجرد ما هو حط هالنية شو ما كنا عمنا نحنا اليوم بعقلتنا؟ عم نمرن لدماغ طبعنا إنه الأفكار السلبية الغير مفيدة اللي بتعملنا سترس ما بقى نركز عليها لأنه اللي منركز عليه بيكبر وبيكبر المفعول طبعه السلبي علينا زو نحنا عم نمرن السيرفو طبعنا عم نمرن دماغنا إنه لو في فكرة سلبية بتعملنا سترس نقدر نشوفها بلا ما تخذنا كل انتباهنا بلا ما تشللنا تفكيرنا ونضل نقدر نكون فانكشنل منسميها توكو فانكشن مع السترس مش نلغي السترس تعايش معه يعني تعايش معه وما بقى نحطه بالأساس على الواجهة طبعنا نقدر نزيحه على جنب ونكفي نشتغل هؤلاء التفاصيل الكتير مهمية لأمو مجرد الانستركشن غلط والنية تكون إنه وقف فكر فيها وأنا ما عم بقدر وقف بزيد الاسترس جاد وهبة يعني اليوم إذا بدنا نحكي عن التقنيات بتصور في كتير تقنيات جربنا نستفيد قد ما فينا من وجودك معنا هاي دي البايزك هاي فينا نبني عليها كتير هاي دي أساسية هالأد أساسية سوفينا نقدر نعتمد على اليوم أتليس لنقدر نجرب ونتمرن خمس دا عش دائق اليوم جاد وهبة أخصائي بالسترس اند اموشنال منجمنت كتير مرسي كتير لألاك جهلا و سهلا فيك مشاهدين على وقفة سريعة سريعة ومتابعين ألاك